بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتادة طبعا كلنا عارفين نادي الأهلي والتعاقد مع البرتغالي ريكاردو سوارش وتعينه مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل بيتسو موسي ماني طبعا يمكن النهاردة كان مؤتمر الصحفي وتقديمه للإعلام والجمهور طبعا تحديات كبيرة جدا لريكاردو سوارش الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي طبعا جاية على نادي كبير هو الأكبر في أفريقيا صاحب تاريخ كبير وإنجازات وبطولات وجمهور كبير طبعا بالملايين بيبقى مستني النادي الأهلي وإحرازه لكل الألقاب في كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي اتعاقد مع مستر ريكاردو سوارش الرجل كان ماسك جيل فيزينتي في الدوري البرتغالي أخذ معاهم المركز الخامس بقى الفريق مؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي وأول مرة يشارك فيه بطولات أوروبية في تاريخه طور كتير جدا من الأداء في جيل فيزينتي وده اللي يخلى الناس في النادي الأهلي والإدارة شايفه أن الرجل هو ممكن يكون رجل المرحلة اللي جاي في النادي الأهلي وقادر أنه هو يطور الأداء اللي كان يمكن الفترة الأخيرة عليه علامات استفهام كتير بالنسبة للأداء الفني داخل الملعب وطبعا الفترة اللي هي أخيرة بتاعت بيتسو موسيماني اللي هي كانت نهاء دوري الأبطال وما سبقها بصراحة من أحداث وكان فيه علامات استفهام كتير على بيتسو موسيماني الفترة الأخيرة حتى مع رحيل بيتسو موسيماني يعني جمهور النادي الأهلي يمكن كان بيتسو موسيماني ليه رصيد مع الجمهور كان حتى بعد رحيله كان فيه المؤيد والمعارض كان فيه ناس تتمنى استمرار بيتسو موسيماني وناس كانت شايفة أنه هو لقى الفترة الأخيرة يمكن خرج على النص شوية ويمكن بيتسو موسيماني كانت خلاص هنقول صفحة واتطوت بالنسبة للنادي الأهلي يمكن إحنا كإعلام بنقوله شكرا على الفترة اللي أنت قدتها يمكن الرجل ما أسرش لو حسبنا حسابات البطولات هنقول أن الرجل في فترة زمنية يمكن مش كبيرة أوه في خلال 18 شهر نمسيكم في النادي الأهلي ولكن حقق بطولة أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي مرتين ولعب في كاس العالم جاب برونزيتين في كاس العالم خد بطولة كاس مصر فأعتقد أن اللي حققه بيتسو موسيماني يعني لازم جمهور النادي الأهلي يشكره وإحنا كإعلاميين كمان نشكره عليه ولكن طبعا أصاد الحاجات داية طبعا كنا نشوف بعض الأمور اللي كنا دايما بننتقدها زي استخدام المؤتمرات الصحفية في مسجيات كتير كان بيحاول أنه هو يوصلها لإدارة النادي الأهلي وقلنا أن الكلام ده ما ينفعش التصريحات الفترة الأخيرة كانت كتير كان سريع الغضب في المؤتمرات الصحفية ما كان صحفي يسأله سؤال أو مثلا بيحاول أنه هو ينرفزه أو 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 يعني اللي بنقول عليه الصحفي كان بيشوف شغله ولكن دايما كان سريع الغضب ويمكن يعني ناس في النادي الأهلي حاولت تقعد مع موسيماني وتفهمه كذا مرة أن الحاجات ده هي ما ينفعش ولكن طبعا قعد موسيماني يتمادى في الموضوع ده مدرب كبير طبعا مدرب كبير فاد النادي الأهلي أكيد طبعا برضو فاد النادي الأهلي ولكن طبعا النادي الأهلي هو اللي أفاد موسيماني أكتر بكتير لأن موسيماني طبعا دلوقتي اسمه في القرى الأفريقية أكيد بعد ما قعد الفترة دي في النادي الأهلي والبطولات اللي حققها أكيد اسمه عالي جدا وده يرجع أكيد للنادي الأهلي زي ما بنقول ريكاردو سوريش هيبقى عليه الفترة اللي جاية شغل كتير يعني محتاج ان هو الناحية الفنية يزبطها الناحية البدنية ازاي حيبان الاختلاف ما بينه وما بين بيت سمسيماني لان دايما الناس سواء جمهور او اعلام هتبتدي الفترة اللي جاية هتبقى حتة ايه المقارنة مين احسن من مين والاضافات اللي اضافها خصوصا ان بيت سمسيماني هو ماشي كان بيلقى دعم جماهيري كبير وكان بيت سمسيماني في بدايته لقى تعاطف كبير جدا من جمهور النادي الاهلي احنا دايما بيقول ان البدايات بتكون صعبة ولكن البدايات اما بتكون جيدة ده بيخلي المدرب بتسهل شغله خصوصا ان هو بيبتدي يعمل كريدت مع جمهور النادي الاهلي من البداية